اليوم العالمي للمرأة ولا اليوم العالمي لحقوق المرأة اليوم كان احتفل فيه في 8 مارس من كل عام هذا اليوم راجع في الاصل الى الاضرابات اللي كانوا كيديروها الخمتام ولا العمال باش يحسنوا من وضعية ديالهم في الخدمة وكذلك باش يكون عندهم حقهم في التصويت فهذا اليوم العالمي هو يوم ديال الاحتجاجات والاضرابات في جميع انحاء العالم وهو كذلك فرصة للنساء باش نقيموا الوضع ديالهم في جميع المجالات سواء تعلق الامر بالمجال السياسي ولا الاقتصادي ولا حتى الاجتماعي ففي الول ديال القرن العشرين قاع النساء اجتمعوا في جميع انحاء العالم باش يوحدوا مطالبهم ويطلبوا بحقوقهم فالتاريح كيقول ان اصل 8 مارس راجع الاضرابات اللي كانوا كيديروها الخدامة ديال الخياطة سنة 1857 هذا الحادث اللي ما كانش على الواقع ولكن كان عنده واحد الاثر كبير كيف مشرت وصبقت لكم في الول راجع اصلا المظاهرات اللي كانوا كيديروها هاد العمال وكذلك المظاهرات اللي كانوا كيديروها هاد العيالات باش يطالبوا بحقهم في التصويت والمساواة بين الرجل والمرأة اللي اجتحت اوروبا في بداية القرن العشرين انشاء اليوم العالمي للمرأة تم اقتراحه الاول مرة سنة 1910 في كوبنهاجن في دنبارك خلال مؤتمر دولي للنساء الشراكيات فكلارا زيتكين واحد صحافيه انمانيا هي اللي تلقات فكرة حق المرأة في التصويت هالتاريخ اللي ما تحددش لموعد ديالو حتى السنة 1917 من بعد الاضرابات اللي داروا عمال سان بيترسبورغ في 8 مارس هاد الموعين اللي بقى محتفظ به لنين باش يصدر مرسوم يوم العالمي للمرأة سنة 1921 باش يكرم النساء اللي داروا مظاهرات في نفس التاريخ من سنة 1917 و اللي تسبات في اندلاع التورة الروسية هاد الاحتفال اللي غد يمتد لجميع بولدان الكتلة الشرقية السابقة فمن خلاله كي يقدموا للمرأة وردة من طرف الابن ولا الابن الاكبر ولا الاصدقاء ولا حتى الزملاء في العمل من بعد 1945 ولا الاحتفال باليوم العالمي عن جميع دول العالم بحيث من خلاله كان حيو الروح النسوية اللي كانت في السبعينيات وايضا فهو كيتعتبر يوم ديال الاحتجاجات في جميع انحاء العالم ومن خلاله كان حاولوا نقيم الوضع ديال المرأة خلال هات السنوات يوم المرأة هو واحد من 87 يوم معترف به دوليا من طرف الامم المتحدة ففي المغرب كان احتفله باليوم العالمي للمرأة وكذلك باليوم العالمي للمرأة المغربية في 10 اكتوبر من كل سنة في 1998 قرر صاحب الجلال الملك محمد السادس الاحتفال بهذا اليوم من خلال صدور مدونة الاسرة هاد المدونة اللي جات باش تحيي الظلم على المرأة وتحمي حقوق الطفل وكذلك تحفظ كرمة الرجل وفي الاخير كان بغنقول جميع نساء المغربيات والنساء العالم كله عام وانتم بخير